يبدأ أحداث مسلسلنا مع بطلة ناس تلة وهي بتنادي لبطل نائرك وبتطلب منه يوقف فبتقوله أنا قلتلك إني رحفوز بجائزة أفضل ممثلة لهاي السنة الحين لازم توفي بوعدك لإلي فبيقول لها أنا بالطبع رح اشتري لك اللي بدك ياه فبتطلب منه يوقف وما يمزح معها والوعد إني تكون حبيبها فبيقول لها أنا بس كنت بمزح معك ليش أغدتي الموضوع بجدية وأنا بعتبرك زي صديقتي ومش أكتر من هيك فبتقوله أنت بتكذب علي فبيقول لها ليش رح اكذب عليكي وهاي هي حبيبتي وبيروح وبيتركها وهي بتبكي فبيستغلوا الصحافة الوضع وبيضلوا يسألوا ستلة عن موضوع الجائزة وشو هي أعمالها القادمة وكتير أسئلة ما بتوقف وبتكتير تهرب منهم بس بيضلوا يلحقوها وبتفتح بابها السيارة عشوائيا وبتدخل وبيسألها صاحب السيارة عن مين بتكون حضرتها وبيشوف وشها وطلعوا بيعرفها وإنها ممثلة مشهورة في الصين وبيطلب منها ما تبكي كما إنه بيعطي لها المنادي لاتمسح دموحها وبيقول لها ما تخافي وأنا رح أترف مع الموضوع وبينزل من السيارة وطلع حتى هو ممثل مشهور واسمه جوهان وبيضلوا يسألوا بعض الأسئلة وبتجي لها عند طبيبها النفسي وبيسألها لو كانت بتحب حدا وبتتكى اللقاءها الأول مع أريك ولما كانت شكرته لأنه ساعدها يوم كانت بتمطر وعطالها الميضلة تبعه وبعدها صاروا أصدقاء وحكى لها لو أخذت جائزة أفضل ممثلة في الصين رح ينفذ لها أمنية واحدة ورح يتقبلها مهما كانت وسألته لو من جد أي شيء وحكى لها إيه فبتقوله طب شو لو كانت أمنيتي إنك تكون حبيبي فبيقول لها حتى هي رح نفذها لإيلك وفي الصبح بتسألها صديقتها جيسي ويلي هي مساعدتها في نفس الوقت لو كانت ارتاحت بعد ما رحت لعن طبيبها ودكتورها النفسي فبتقول لها إيه بالطبع فبتسألها لو كانت لستاتها بتتذكره فبتقول بالطبع أنا نسيت ذكرياتي معه مو هو شخصيا لأنه رح يجش يوم وإلتق فيه فبتسألها جيسي عن لو بدها تاخد إجازة من التمثيل أو توقف شغلها في الشركة فبتخبرها أنها رح تبدأ علاقة جديدة وبتنصدم جيسي فبتقول أنه طبيبها حكى لها لو بدها تنسى ذكرياتها مع شخص معين لازم تبدأ علاقة مع شخص تاني وتحاول تحبه فبتقول لها بس أنت ممثلة ومو شخص عادي لو وعدت الحين رح يضلوا الصحافة يطلعوا عنك إجاعة ما بتوقف فبيجي إتصال جيسي بيطلبوا منها تخبر استيلا أنها رح تمثل في دور برنامج للمواعدة لأن الممثلة الأصلية اتعرضت للحادث وسطلة رح تاخدوا وتمثل دورها وبتخبرها أن المخرج إريك نسوي برنامج للمواعدة وبتهم ياها تكون الممثلة وبيكون بطلنا إريك بيلعب وبيهنقوا صديقه بخصوص افتتاح برنامجه الجديد وكونه رح يصير المخرج وبيقوله شو رأيك نحتفل ونطلب من استيلا لتجي فبيقوله شو ما عندك شغل لتويه أنا الحين مشغول عندي اجتماع بعد ساعة بالزبط وبيكون قوهان جاي في الطريق ليحضر اجتماع إريك وبتطلب منه مساعدته أن يوقف لعب ويركز على شغله لأنه رح يمثل دور جديد وفي برنامج مشهور كمان وبيوصل وبيشوف التقييمات للبرنامج وماذا شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي وبتقوله مساعدة قوهان أنه هو مناسب للدور وانحين صار لازم يلاقي شركته في التمثيل وبيرفض أن يمثل في هالبرنامج لأنه ما في بنات من نوعه المفضل وبينسحب كليا وبيحاولوا يقنعوه ليغير رأيه في الموضوع وبتوصل استيلا وبيصدم إريك لما بيشوفها وبيسألها عن سبب تواجدها هون فبتشرح له السلفة وإنها الممثلة البديلة للممثلة الأصلية ورح تلعب دورها في البرنامج وبيعرفها على حاله وإنه هو ممثل وبيسلموه على بعض بكونه من الأفضل الجداد للبرنامج المواعدة وبيبدأ تقديم البرنامج بكون هالبرنامج هو من جد مواعدة حقيقية ومتمثيل ويلي من خلاله الشركاء رح يتعرفوا ويتقربوا من بعض أكتر فبتقول لهم بس شو لو ما كانوا بيحبوا بعض شو رح يسووا فبيقول لها رح نقنع بهم من بعض من خلال بعض الفعاليات والأكتيبيتس اللي رح نسويها وبيسأل استيلا لو كانت من جد رح تمثل فيها البرنامج وإنها موافقة عليك الشروط وبتقوله بالطبع فبيقول لهم قبل ما نوافق نوظفكم هون في أسئلة لازم تردوا عليها أولا هل عندكم علاقة بحدا ثانيا لو كنت بتحبوا حدا وبيردوا بنفس الجواب يلي هو لا وبتطلع وبيوقفها إريك فبيقول لها أنا بعرفك إنك كرهتيني بس ما لازم تتعملي معي هيك لسه ما فات الأوان تقدري تستقلي من البرنامج الحين فبتسألوا ليش رح استقيل فبيقول لها إنت عمرك ما وافقتي إنك تمثلي في البرامج للمواعدة شو صالك الحين كيف غيرت رأيك فبتقوله شو بتظن إنه أنا إجيت للبرنامج مشانك مثلا فإنت غلطان إنت في نظري زيك زي البقية وما في فرق بينكم وفي الليلة بيجي كلتا قمع العمل لي تعشوا مع بعض وبيطلب من استيل لما تشرب الكحود وتشرب بس المي بس هي ما بتهتم فيه وبتسوي عكسه تماما كما إنها بتطلب من غوهان ليعطي لها حسابه على الويتشات وبيطلب مساعد بطلنا ليرحب بستيلها بكونها رح يتمثل في البرنامج تبعه حتى لو كانوا بيعرفوا بعض من قبل عشر سنوات لازم يرجعوا ويرحبوا ببعض مرة ثانية لأنهم رح يشتغلوا مع بعض وبيسأل حقوها لو كانت من جد بتعرفوه فبتقوله إيه؟ هو بيكون صديقي من الطفولة وبيرحبوا ببعض وبتشكروا لأنه ساعدها في اليوم إلي أخدت الجائسة وتخيلوا إنه طلع مساعد المخرج هو صديق الطبيب النفسي لبطلتنا فبيخبروا إنه ستيلها راح يتلع عند الطبيب عشان تمحي ذكريتها معه وهو نصحها لتتوي علاقة مع شخص تاني عشان تنساه لهيك هي قررت لشجيلة تمثل فيها البرنامج وبيلاحظ كيف إنها قريبة من قوهان وبيضل بس يناظر فيهم وهو واحد ولما بيخلصوا بيقترح عليها يبوصلها للبيت وبتوافق بس بتقوله إنها نسيت شيء وراح تروح لتجيبه وبتلاقي بطلنا نايم بنفس الطريقة بالضبط يلي شافته أول مرة يوم ما كانت بتمطر ترك لها المضلة أصداً لتأخدها بس هي لحقته إجيت وعادت له إياها وفي الليل لما بيجي ليغير ملابسه بيشوف صوره مع بطلتنا لما كانوا بيدرسوا مع بعض وبيشوف المضلة يلي لساته ما احتفظ فيها لحد الآن فبيتذكر إنه كان شافها وهي بتجري يوم كانت بتمطر لهيك ترك لها المضلة أصداً لتأخدها وفي الصبح بيطلب من جوهان ليرد على أسئلته وبيسأله لو كان رح ينتدر ستلة لتوصل فبيقوله لا وأنا رح أستهلك بس أنت ورح أستخدم هذا الجهاز لا أعرف لو كان كلامك صحيح أو كذب وبيسأله مين بيكون حبه الأول وليش نفصله عن بعض فبيقوله أنه أنا عمري ما سويت علاقة مع حدا أو حبيت حدا وبيكون كلامه صحيح وبيسأله عن نوع البنات اللي بيفضلهم وبيقوله زي ستلة فبيقوله شو أنت بتحبها فبيقوله شو عنك أنا بكون صديقه وبس فبيقوله منيح فبيعترف أنه بيحبها فبيقوله بس أنت تعرفت عليها من قبل ثلاث أيام كيف حبيتها فبيقوله ما البرنامج تبعك بيساعد الأشخاص اللي يحبوا بعض لهيك أنا حبيتها بسرعة والممثلة الأصلية بتسأل المساعدة المخرج عن سبب توقيفها من البرنامج فبيقولها لأنك سويت حادث وما رح تقدري تمثلي فبيتقوله ما عندي مشكلة حتى لو كنت أمثل دور مو أساسي في البرنامج بس أنا من جد بدي أمثل فبيقولها لما تصيري منيحة رح فكر في الموضوع وفي المساة بتجي لمكان التصوير وبيسألها الصحافة عن سبب تواجدها هون وبتقولهم إنها إجت لتدعم الممثلة الجديدة وتتمنى لها التوفيق في الدور اللي رح تمثله وبيجي مساعد بطلنا وبيطلب من الصحافة ليروحوا وبيسألها عن سبب تواجدها هون وبتقوله إنها إجت لتشوف المخرج وبتطلب منه يعطي لها تمثل في البرنامج حتى لو كان دور مو أساسي فبيقول لها كيف رح تمثل وإنت سويتي حادث فبتقوله لأ أنا صرت منيحة وأقدر أمثل أي دور وبتترجاه كتير لي وافق بس وما بيهتم فيها وبيبدأوا تصوير البرنامج اللي بيكون فيه تلاتنا إلى المواعدة ويلي رح يوقعوا في حب بعد بالحقيقة رح يعطوه هدية وبيبدأوا يسووا الفعاليات والأكتيفيتس اللي رح تمكنهم يقتربوا من بعض وبيطلب منهم ياخدوا برك لعشر دقائق وبتكون الممثلة الأصلية رح تحكي معه بس ما بيهتم فيها وبتوقع وبتساعد ها ستلة لتوقف وبيصورهم ها الصحافي وبتكون هاي يلعبوا لعبة الريشة ويصوروا للبرنامج وبيقول لها انه هاي أول مرة رح يلعبها فبتتكى لما كانت صغيرة كانت دائما بتطلب من إريك ليلعب معها هاللعبة بس دائما هو كان بيرفض ويختلق أعضار انه مرات مشهول وعنده اختبارات ومرات أم مريدة لهيك عصبت كثير وكبتهم في لسبان الله يكرمكم وبيقول لها هل بتعرفي تلعب هاللعبة وبتقوله بس شوي بسية في الواقع بتحبها كثير وشاطرة فيها كمان وبتبدأ تلعب اللعبة مع غوهان وبيقوله انهم بيعرفوا يلعبوا وبدال ينظر فيهم بس غوهان بداليه أعمل رات كثير وبتسألوا لو كان بخير وبتسويلوا الدماء على جرحه وبيطلب منهم يوقفوا التصوير وبيربط لها حدقها وبتمسحنوا رقبته وبيسألها لو كانت فاضية الليلة عشان يعزمها وبتقوله ايه بالطبع فبيقول في قاعدة عندنا ممنوعة تنهي يحكوا مع بعض من غير لو كانوا بيصوروا وبيعتذر منهم غوهان وبيروح بيقول لها شو حبيتي فعالية اليوم فبيتقوله لو ما كنت متواجدهن كانت رح تكون أحلى وبتجي صديقة بطلتنا وبتخبرها انه فيه إشاعة من تشرع عنك انك دفعت الممثلة الأصلية على الأرض وكنت بتتنمري عليها وحاولت تأتيها وبيجي مساعد بطلنا وبيطلب منها تروح لأنه الصحافة هون وبيوصلها إريك للبيت وبتخبره انه رح تبشها شو رقيق تطلع لبيتي لتنظف حالك وبعدها تروح ولما بيطلع تطلب منه يضل بعيد عنها وما يكترب منها وبترش عليها البخخ وبيقول لها شو ما رح تطلبي منه إجلس فبتقوله كفاية اني سمحت لك تدخل لبيتي فيك تغادر الحين وبيقول لها خلاص انا رح روح اهتم بي في حالك ولو احتجتي شي ناديني وفي الصبح بيعتردوا استحافة طريقها وبيضلوا يسألوها أسئلة ما بتوقف أبدا وبتجي الممثلة الأصلية وبيطلبوا منها تخبرهم بكل اللي صار في هداك اليوم وبتنفي كل الشائعات وبتخبرهم بحقيقة انها ساعدت هما سوت لها شي تاني وبالعكس هما أصدقاء وبيحترموا بعض كتير وبتشكرها وبتقول لها انا حكيت الحقيقة بس في الواقع اريك طلب مني اسوي هيك عشان امثل في البرنامج المواعدة وانا سويت هيك لاني بحب التمثيل بس مين بتكوني خضرتك وليش اريك بيهتم فيك كتير وبتقول لها انه انا وإريك مجرد أصدقاء وبس ومساعد بطلنا بيخبر بطلنا انه اشاعات استلة تم حلها بنجاح بسبب توضيح الممثلة الأصلية للصحافة وكمان ابوه طلب منه يروح لبيته بس هو بيقول له يخبر ابوه انه مشغول وبيسأله ليش بيتجنب ابوه في الفترة الأخيرة وبينصحوا ليروح ويحل مشاكله معه وبينفعل في المساق بيجي لبيت أبوه وبيسأله عن سبب توضيفه لستلة فبيقول له انا طرتها مثل ما قلت اللي شو بتك كمان فبيقول له خلاص انا ما رح ادخل في عملك او في شؤون حياتك بس لازم توفي بوعودك وما تكون صداقات او انك تحاول تحب ممثلين من البرنامج او من غيرهم انت موهوب وناجح في عملك لهيك اسمع كلامي ما بدي هك تكرر خطائي اللي سويته طبعا لانه أمه كانت مثل بطلتنا ممثلة وفي الأخير اتزوجت بحدا أجنب مشهور وبعدين رح احكي لكم هاي القصة اللي بهمنا الحين انها تركتهم لهيك هو خايف انه ستلة التنوي في ابنه هيك وبيجي لنفس المكان اللي وعدها فيه انه يواعدها لما تفوز وبيضل يتذكر ذكرياته معها كما انه كان جهز حاله هذا كل يوم اللي فازت بطلتنا بالجائزة ليعترف بحبه ليلها بس أبوه خبره ووقفه انه من الأحسن ما يعترف ليلها لانهم مو مناسبين لبعض وسبب التاني رح تعرفوه بعد شوي وبيشرب كتير وفجأة بتجي ستلة وبيسألها عن سبب تواجدها هون وبتقوله انها حبت تجي لتذكر ذكريات طفولتها وبتشكره لانه ساعدها لتحل الشائعات عنها وبتسألوا لو كانوا لساتهم أصدقاء لحد الآن وبيعتذر منها فبتقوله انا كرهتك في اليوم اللي اخدت في جائستي حبيتك لمدة عشر سنوات بس انت رفضني انت مو دخلك في هالموضوع وكل الغلط غلطي انا يلي حبيت شخص ما كان بيقدر حبي ليلو بس لا تخاف انا نسيت كل شيء عن مواضينا والحين خلينا نفتح صفحة جديدة ونكون أصدقاء من جديد واليوميري بعده بتسألها صديقتها عليش بتقرأ هالكتاب وبتقولها عشان اقترب من جوهان ويحبني لانه الشباب بيحبوا البنات اللطيفين وفي المساب يبدأوا التصوير وبيكون جوهان مجهز الاكل وكل شيء تمام لانه فعالية اليوم انه التنائي يطلعوا في نسها للطبيعة وبتوصل اسطلة وبيطلب منها تجلس وبتعطيلوا الاكل يلي جهزت له اياه وبيدوقوا وما بيحبوا بس بيقولها انه مضاقوا حلو وبتصوروا وبيصورها كمان بس بيطلب منها تبتسم وما تكون بردا وما بتعرف لحيك بيظل يعلمها كذا مرة وبتتذكر لما كانت مع اريك في طفولتها وحتى هو طلب منها تبتسم لا يتصوروا مع بعض وبعدها بتسمت واتطورت صورة حلوة وبتتطور مع جوهان وبتسوي دبدوب على الكاميرا وبيظن اريك انهم بيقبلوا بعض لهيك بيطلب منهم يوقف التصوير وبيسحب معه جوهان لسيارة وبيسألوا لو كان قبل اسطلة وبيقولوا لا فبينصحوا ما يقبلها ويتعرف عليها تدريجيا لانهم في برنامج وما لازم ينمسها فبيقولوا طب شو لو مسكت ايدها فبيرفضوا بيقولوا شو عن هاي الحركة وبتشوفهم استلة وبتسيء فهمهم وبيلعب وهو مع الصب بس لما بيسمع بطلتنا وهي بتنادي باسمه بيوقف اللعب وبيسألها ليش اجت لهن فبتقولوا انها اجت لتتحقق من جدول التصوير للحلقات القادمة وبيقولوا مساعدوا انه تم اضافة بعض اللقطات الرومانسية في البرنامج مثل القبلة وكتير اشياء فبيرفض اريكو ما بوافق فبيقولوا انه هذا القرار من عند المستثمرين يلي رح يشتغلوا معنا في البرنامج وبيقرأ السيناريو وبيرفض عكس ستلا يلي بتحب السيناريو الجديد فبيطلب من مساعده ليشيل كل هديك اللقطات ويرجع السيناريو القديم فبيقولوا بس انا حبيته وتخيلوا انها بتطلب اضافة المزيد من اللقطات مثل القبلة وعشان هيك الناس رح يعرفوا انه برنامجهم حقيقي ومو كذب فبيقول لها انت عمرك ما وعدتي حدا لا هيك انت ما بتعرفي هدول الحركات فبتقولوا مين حكالك اني ما بعرف وبتتقرب منه بس لا تخافوا ما رح يصير شيء وبتروح وبيلحقها فبيقولها حتى لو كنتي بدك توعدي قوهان بس ما تقبلي فبتقولوا انا رح اعترف بحبي لالو في الحلقة القادمة بس استنى ورح تشوف وبيجي قوهان لعند اريك وبيطلب منه يخبره بشو الحركات اللي لازم يسويها ليقترب من ستيلا وبيقوله انه هو بيحبها كتير وبيدو ياها تحبه كمان وفي الماسة بتجي بطلتنا وبتناديه بالاخ قوهان وبيستغرب منها وبتقوله شو ما حبيت هذا الاسم وبيسألها اريك عن لو كانت صوت الميكب وبيسحبها معه بحجة انه لازم تسوي الميكب وبيقولها نحنا بننادي الاخ للشخص القريب ومو شخص تاني لهيك لا عدت الطرفي هيك انا يلي صديقك لمدة عشر سنوات وقريب منك وما ناديتي لهيك فبتقوله طيب انت بدك اناديك بالاخ اريك صح فبيقولها بس ما لازم تستاجر هيك فبتقوله انت ما وعدت من قبل وبدك تخبرني بشو اسوي وشو لا وبيتذكر يوم كان بيكتب في الاوراق انا معجب بستلة وبيحتفظ فيها في هالزجاج وكان بيحاول يعترف بحبه لالها بس دائما كان بيأجل الموضوع للسنة الجاية مرات بتوقفه ومرات بتخطفي من قدامه ومرات بتقابل ابوها وظل هيك لحتى ما مررت عشر سنوات وهو ما اعترف بحبه لالها لسته لحد الان ما اعترف بحبه لالها وبتجي الحلقة المنتظرة اللي رح تعترف بطلتنا بيحبها لقوهان وبيبدأوا يجهزوا الخيمة وبتوقع وبيحملها قوهان وبعصب ايريك وشوي بيتذكر كلام ايريك اللي بيقوله انك ما تحاول تلمسها وبتوقع على الارض وما بتقدر توقف على رجلها وبيكون رح يحملها بس كمان بيتذكر تنبيهات ايريك اللي هيك بيحملها بهاي الطريقة وبتستغرب منه كما انه بيطلب منها تسوي الدواء بنفسها وفي الليل بيكون في برد وبيغطيها فبتتقرب منه بس هو بيبتعد منها وبتتقرب منه وبيكونوا رح يقبلوا بعض فبيطلب منهم يتوقفوا وبتنقطع الكهرباء وبتسحبوا معها وبتسألوا لو كان بيكراها فبيقولها لا فبتقولوا طب انت بتحبني وبيقولها ايه من اوما اليوم شفتك فيه وقعت في حبك وانا وفقت امثل في هذا البرنامج بسببك هل انتي موافقة تكوني حبيبتي وبيوقفهم ايريك وبيطلب منهم يرجعوا ليكملوا التصوير وفي الليل اللي بتطلب منه يقابلها فبتسألوا ليش وقفها هو بيعرف انها كانت رح تعترف بحبها لقوهان فبيقولها انا ما بيقدر اشوفكم مع بعض وما بيقدر اتحمل فبتقولوا طب ليش السبب يلي جعلك تتوقفني انت ما بتحبني وبيعترف انه هو بيحبها فبتقولوا هل انت مجنون انا حبيتك لمدة عشر سنوات بس انت رفطني لهيك انا بطلت حبك بس الحين انت بتعترف لقلي فات القوان وبترفض حبه مثل ما كان سوا وبتروح فبيلاحظ مساعدوا انه ما نام البارح لانه كان بس بيفكر في ستيلة وبيقول انه هو بخير وفي نفس الوقت ستيلة بتفكر في شو وصل معهم لدرجة لما بتحكي معهم مساعدتها ما بتسمع كلامها ولما بتسألها لو كان في شي بيزعجها بتقول لا فبيبالشوا التصوير مع بعض وبيكون لازم يقتربوا من بعض ويتطعموا بعض الأكل وبطلنا بيكون رح ينفشر من الغيرة لما بناظر فيهم بيتعاملوا بلطف فبيكون رح يقتربوا اكتر من بعض بس وبيطلب منهم يتوقفوا وبيتوتر كتير فمساعدته لما بتعرف انه بدو يقبل ستيلة ما بتوافق وبترفض الفكرة لانه هاد ممنوع وبيخالف العقد وبتطلب منه ما يتصل بستيلة لما يكون لوحده لانه في اي وقت يقدروا المعجبين يصورهم مع بعض ويطلعوا عنهم إشاعات ما بتخلص وهي في البيت بيتصي فيها وبيقول لها بما انهم صاروا حبيبان مشهورين ليش ما يساووا اغنية مع بعض وبتوافق وبيطلب منها يتقابلوا بكرة وبتقول انه هاي فكرة حلوة فبتسألها لو كان فعلا بدها تتواعد جوهان وبتقول ايه لانه هو بيناسبها كتير وكمان بيعاملها بلطف فبتسألها لو كانت بتحس انه قلبها بينبط اكتر لما بتكون معه او في احساس هيك يعني بدول انها بتحبه وبتقول لها انه هالشي مان وضروري وانها بدها توعده والممثلة الاصلية بيكون بدها ترجع لدورها بتقول انها صارت منيحة بس مساعدة المخرج بيقول لها انها لازم تروح وترتاح اكتر وبيقول لها لما تصير تمام رح يعطيها الدور فبيروح وبيتركها وبتعطب كتير فبتلتقي بالصدفة بجوهان وبتفكر انه الورود لقلها بس هو بيقول لها انه هاي لا استيلا فبيسألها لاش بتكره استيلا فبتقول بكل بساطة لانها اخدت دورها فبتكون رح تروح وبيطلب منها تعطيها الورود فبتكون بتعزف وبيوصل وبيعطيها الورود فميكون ما بيعرف كيف يعزف وبتضحك عليه وبتشوفهم وهم مقرب من بعض فبتقرر تصورهم وهم مقرب من بعض عشان ترسل الفيديو لاريك ولما بيشوفوا بيلغي الاجتماع وبيقرر يجي لا عندهم فبيطلب منها تعلموا عشان يتعلم بسرعة وبتوافق بس ايريك بيقول مو داعي وهو الشخص اللي رح يساعده وبيتفاجأوا من وجوده فبيجلس في الوسط وبيبلش يغني ويعزف ولما بيخلص بيطلب انه يروح معه بس هي بترفض وبتطلب منه ما يدخل ومن الافضل يروح وبيجلس في هالمكان وبيدال يناظر فيهم من بعض وبتمر ساعة طويلة لحتى كان رح ينام في مكانه ولما بيخلصوا بيطلب منها يوصلها للبيت بس قوهان بيقول مو داعي وانه هو يلي رح يوصلها للبيت ومو داعي يعزب حاله لانه هو بيكون مخرش فبتروح مع قوهان اما هو فبيلحقهم بدراجته وبيتفاجئوا كيف انه لحقهم وبيطلب منها تروح لشقتها وتنام بكير بس هي بتطلب منه يدخل لشقتها اما هو فبيضل برات البيت وبيصير العشاء جاهز هو الشخص يلي بيكون طبخ ليلها ولما بتجربه بتحبه كتير فبتطلب منه يلف وبتتكر كلام مساعدتها فلهيك بتقرر تحضنه وبتطلب منه ما يتحرك وبيكون مستعجب من تصرفاتها وبيطلب منها تطير حبيبته في الحقيقة وفجأة بيجي ايريك وبيقول انه اشترى ليلها اكلها المفضل بس يبتقول مو داعي فبيطلب منها تتركه يدخل وبيقول لها كيف تقدر تاكل النودلز في وقت متأخر فبيقول قوهان انها حبتها وليش ما رح تاكلها فبتقول انها حبتها وما يدخل في حياتها وشو تاكل وشو لا ولما بيعطيها اكل تاني بترفض تاكل ففجأة بتتصرف فيه مساعدته وبتعرف انه معها في البيت وبتطلب منه يغادر الشقة بسرعة او ما رح تكون مساعدته من اليوم رايح فبيطلب منها ما تعصب وانه الحين رح يجل عندها فبيقول لها انه لازم يروح لانه عنده شغل مرة مهم وبتقوله ينتظر وبتزين ليلهاي وبتشكره لانه طبخ ليلها فبيودعهم وبعدها مباشرة بيروح فبتقوله بما انك وصلت لالي اكلتين مفضلة الحين لازم تروح من باتي بس هو بيقول انه لساته ما كمل اكله فبتقول انها ما بتهتم وبتقول انها لازم تنام الحين وبيوافق يروح فبيروح كل واحد منهم في اتجاهه وبيطلب منه يتوقف فبيقوله انت ليش بتدخل بين عتنا مو من الاول خبرتني انك رح تساعدني عشان اقترب اكتر من استيلا شو بدك هل انت بتحبها وبيقول ايه وبيرجع للبيت وبيملش يعزف وفي نفس الوقت بيتذكر كيف انه استيلا كانت بتعزف ليله وكمان كانت بتعلمه كيف يصير شاطر زيها وكانت بتهتم فيه لما بيجرح ايده وكان بيحب عزفها كتير وكان حلمه يسوي معها اغنية ويغنوها مع بعض فبيشوف انها نجرة بوست بتقول فيه انه قريبا رح تنشر اغنية جديدة مع جوهان فبتكون بتسوي لرياضة وبتفكر في جوهان وكيف تقترب منه اكتر اما مساعدته فبتكون مرة معصبة منه لانه ما بيسمع كلامها وما طلب اتناها قبل ما يروح ليشوف استيلا فبتقول لو عرف انه عنده علاقة مع استيلا فرح تتجوه سمعته وهالشي رح يقتر على شهرته فبيقول لها لا تخاف وما رح يصير اي شي ولما بيعترف انه بيحب استيلا بتعصب كتير منه فبتشوف مسلسلات رومانسية عشان تتدرب على القبلة لانها بدها تقترب اكتر من جوهان وبتتعجب منها مساعدتها وليش بتدور على هالاشياء وبيعطوها دور بسيط انها تطرح على استيلا بعد الاسئلة وبتتفاجئ منها وبتوافق بما انه المخرج وافق على دورها فبيبدأوا التصوير فبتقولها بما انها بتعرف كوهان من زمان فلازم تكون الحين بتعرفه اكتر فلهيك بتقولها انها رح تسألها بعض الاسئلة عنده ولو جاوبت صح فرح يجلس قدامها كوهان فبتسألها عن عيد ميلاده واكلته المفضلة وكما شو كان لابس في اول موعد ليلهم بس ما بتعرف الترد على ولا سؤال وبيكون ايريك فرحان لانها ما بتعرف الاجوبة وبيكون هو يلي يختار كل هالاسئلة فبتقولها انه الاسئلة مرة سعبة وبتطلب منها تعطيلها سؤال تاني فبتقولها يعني انتوا ما بتحبوا بعض لانه هالاسئلة مرة سهلة فبتعطيهم فرصة وبتسألهم عن عيد ميلادها هي وبيقولها ليش رح يجاوب عليه هو اصلا ما بيعرفها فبيخلصوا التصوير وبيكون قوهان لازم يرد على اتسان مهم فبتطلب من مساعد بطلنا انه يخبر قوهان انها بتنتظروا في الحديقة وبوافق بس هو بيقول انه ما رح يترك حبيبة رئيسه تحب شخص تاني فبتنتظروا ليجي بس ارك هو يلي بيجي له عندها فبتقترب منه وبيتفاجئ منها فبتسألوا شو بيسويهون لانها طلبت من قوهان يجي عندها فبيعصب لما بيعرف انها كانت بدها تقابل قوهان وبيغار عليها وبيسألها لو كانت بتحب قوهان وبتقول مدخلك فبيعنقها وما يبيتركها وبيكون هدول بيتدربوا وبيعرفوا انها مشهورة وبيقرروا يصوروها فبيلاحقوهم وبيقرر يحملها على دهره وبتتذكر ذكرياتهم لما كانوا مع بعض فبيوصلوا لها المكان وبيطلب منها يوصلها بس هي بترفض وبتطلب منه ينسى شو يصال معهم اليوم وبعدها بتروح فبيرسل لها رسالة عشان يتطمن عليها بس هي بترفض وترد عليه وما بيقدر ينام بسببها فلهيك بيتصل فيها وبيكون هاتفها مغلق فبتشوف الهدايا اللي كان بيعطيهم نقلها وبتقرر بكرة ترميهم ولما بيجي تطلب منه ياخد اغراضه وبتقوله انها ما ضلت بتحبه ونساته وبتقوله مداعي حاول يقترب منها لانها ما بتهتم فيه ولما بيرجع للبيت بيلاقي ابوه في البيت وبيتفاجأ كيف انه اجا من دون ما يخبره فبيقول انه هو ابوه وليش رح يخبره او حتى ياخد ادنه لا يجي وبيقوله انه رح يعرفه على احد المخرجين اللي مهتم يشتغل معه فبتتوي بت مباشر لتغني فيه وبيكون الكلمة انبهر من صوتها وكمان بطلنا بيشوف بتها فبتبلش تكح وفجأة بيوما عليها وبيخاف عليها ايريك وبيقرر يروح عندها بس ابوه بيطلب منه يضل لانه المخرج هون ولازم يضل بس هو ما بيتم وبيقول انه عنده شغل مهم فمساعدتها بتقرر تضل معها لا تهتني فيها بس هي بتقول مداعي وانها بخير فبتروح وبتفكرها رجعت مرة تانية بس بيكون هاد ايريك فبيقولها انه هو اجا عشان يتطمن عليها وبتقوله انها بخير فبيكون رح يغمى عليها وبيحملها وبياخدها لغرفتها لترتاح وبيغطيها وبتكون مريضة فبتطلق مني يروح بس هو بيقول انه هو ما رح يروح من هون لحتى تطير منيحة فبيعطيها المي لا تشربوا وبيدل جنبها لا يهتم فيها فبينام وبيسحى على كلامه وهي بتقول اسم جوهان وبيعصب كتير فبيروح ليشتري لإلها الأكل ولما بيجي بيلاقي جسمة جوهان وبيسمعه هو بيحكي معها بلطف فبتقول لها مساعدتها انه اول معرفة مريضة اجا بسرعالة عندها وبتعرف انه هالشربة هو يلي طبخ لها لإلها فبتشكره وبيزعل كتير إيريك فبيشوف انه ابوه اتصل فيه لأكتر من عشر مرات ولما بيرجع بيعصب عليه ابوه كتير لانه فوت الاجتماع مرة مهم وبيقول انه بنت المخرج مرة بندناجحة في حياتها وافضلك كتير من استيلها وبيقول انه احرجوا كتير فبيطمنوا انه استيلها ما بتحبوا وما راح يكونوا مع بعض فبيروح اما استيلها فصحتها بتتحسن وبتقول انها بخير وراح تروح للشغل اليوم فبساعدتها بتلاقي شربة مرمية على الأكل وبتفكرها انها هي يلي طبختها ومن خلال المفتاح يلي نساهم بتعرف انه هو يلي جابها لإلها فبيعطيها جوهان المي لإلها وبتقول انه عندها شي مهم لازم تخبره ياه فبتكون راح تعترف بس مساعدتها بتجي وبتخبرها انه في حدا بينشر خبر انه هي بدها تتقرب من إيريك عشان تتسوجه وتصير مشهورة أكتر فبتسألها شو صار معها فبتقول انه إيريك اعترف لإلها بحبه وبتقول انها لو وعدته فرح تصير مشهورة أكتر فبيقرر يساعدها لتتخلص منها الإشاعة وبيقول لها لو انهم تواعدوا في الحقيقة فما راح يتم نشر الإشاعة عليها مرة تانية بس هي ما بتوافق بتطلب منها تفكر أكتر في هالموضوع فبتقول انه شخص مرة طيب زي جوهان كانت دائما بتحاول تحبه يدخل قلبها بس ما قدرت وبتقول انها ما راح تكمل البرنامج معه وبتتأسف منه بس هو ما بيستسلم وبيقول انه راح يجي يومه راح تحبه زي ما بيحبها هو فبيكون أبوه هو المسؤول طبعا عن برنامجه وبيرفو دعم تستيلا راحة وبيعصب كتير منه فبتجي الصحافة لا يعرفوا رأيه ولو كانت استيلا بيدها تقترب منه فبيقول انه هو اللي بيحبها وانه بيشعر بالغيرة لما بيشوفها مع قوخان وبيقول انه راح يلغي البرنامج ولما بيشوف الأخبار بتحول تتصل فيه بس من دون ولا فايدة لانه موبايله متكر وأبوه بيقول انه هالشي اللي يسواه يقدر يأثر على مستقبله بشكل سلبي فبيقول انه راح يسافر بس أبوه بيطلب منه يشتغل معه ويصنع الأفلام معه بس هو بيرفض فكرته وبيقول بكرة راح يسافر وبتعرف انه هو راح يسافر فبيجي فجأة ليضب أغراضه وبيقول انه راح يسافر عشان يدرس وبتسأله امتى راح يسافر وبيقول بكرة وبينصحها تاكل أكلها في الوقت المناسب وتنم بكير فبكرة لما بتجي لبيته بيقول لها انه سافر وركب طيارته فبتدخل لغرفته وبتلاقيها العلبة ولمو بتفتحها بيكون كاتب في كل هالأوراق انه معجب فيها وكمان بيحبها كتير فبيرجع فجأة وبيقول انه في شي مهم لسها وبيشوفها وهي بتفكي فبيتفاجأ من وجودها وبتسأله على سبب رفضه لإلها وبتطلب منه يوضح لإلها هالشي فبيقول لانه أقول خبروا لو كانوا مع بعض ما رح يتركها تاخد جائزة أفضل ممثلة لهاي السنة وبيتأسف منها فبتبلش تبكي لإنها كانت بتكره من دون ولا سبب محدد فبتعنقوا وبيقول لها لو طلبت منه مايروح رح يضل معها وبيسألها لو كان بإمكانها تحبوا مرة تانية وبيقبل رأسها فبيقول بما انه البرنامج ضل بس حلقتين ليش ما تكمل التصوير وكمان رح يسألوها لو كان بدوا يكمل التصوير أو لا فبيقول لما يجي وقت مناسب رح يخبر الكلب عناقتهم فبتطلب منه يوعدها انه ما يتركها مرة تانية وبيوعدها فبتعذب في لحن جديد وبيتفاجئوا منها وبتقول انها ما رح تطور للبرنامج مرة تانية وبينصدموا قررها المفاجئ فبيسألوها عن السبب وبتقول لهم انها كانت بتروح لعند الطبيب النفسي عشان تنسى بطلنا فبتقول انه العلاج كان فعال بس وقعت في حبه مرة تانية وبتقول انها قررت وما رح تبتعد عنه مرة تانية بس هي بتسألها ليش رفضها من زمان وما كان بيحبها فبتقول انه السلفة مرة طويلة والمخرجة بيتفهم وضعها لانه بيعتبرها زي اخته فبيجي فجأة جوهان وبيعطيها هالسلسال وبيقول انها بتعبر عن حبه لالها بس هي بتتأسف منه وبترفضه فبيطلب منها تعطي فرصة تانية بس هي بترفضه بتقول انها لقيت حبها الحقيقي فبيسألها لو كان اريكو بيقول لها مخبرتيني انكم مجرد اصدقاء فبتقول انها كانت بتحبه من قبل عشر سنوات وبسببه كانت بتروح لعند الدكتور النفسي لتنساه بس ما توقعت انها رح تحبه مرة تانية وبتتأسف منه وبتتمنى لاله حياة سعيدة فبتروح وبتتركه وبيزعل كتير فبتعطيه الكافي بس هو بيرفض وبتطلب منه يعطيها الورود بس هو بيقرر يروح من دون ما يحكي معها فبيطلعوا مع بعض وبتسألوا امتى رح يقدروا يتواعدوا رسميا فبتقول لما تخلص من تصوير اول اغنية لالها وبتكون مرة متوترة فبيطمنها انه كل شي رح يكون تمام في تمام فبيقول لها الممثلة انه في كتير تعليقات سلبية عليها لانها تركت البرنامج بدون سبب معين فبتقول لها انها ما تهتم لهالشي فبتشوف جوهان هو بيخبر الصحافة انه رح يترك البرنامج بيصفة نهائية ولما بيسألوا على السبب بيقول انهم منهم ناسبين مع بعض فبتشيها هدية من شخص غريب وبتكون الهدية من جوهان وبيقول لها انه رح يهتم فيها من اليوم ورايح ورح يعتبرها كصديق لالها وبتنبسط كتير فبيقول لها انه في خبر مرة مهم لازم تعرفوا فالحفل الموسيقي اللي رح تسويه تم إلغاؤه وهاشي بسبب اب بطلناه اللي ألغك كل البرامج الجديدة اللي رح تظهر فيها ستيلا وما رح يتعاون مع الشركة يلي بتشتغل فيها ستيلا مدر تانية فبيقول له ابوه يترك ستيلا ويشتغل معه بس وما بيوافق وبيقول انه عنده احلامه وطموحه لازم يحققهم واما ستيلا ما رح يتركها وبيقول لو ضل معها فرح يفقد شغله بسببها فبتجي وبتسأله على سبب يلي بيتركه يكرهها لهالدرجة وبيقول انها قررت تضل مع ايرك وما رح تتركه او تتخلى عليه لانها بتحبه كتير وبيروحه مع بعض فبيشكرها وبتقول انها من اليوم رايح رح يواجهه المشاكل مع بعض وبيعانقها فبتشوف الصحافة وبتقرر تقترب منه فبتعرف انه ابوه بعد ما طلق زوجته صار بيكره اي بنت مشهورة لانه بيدون انه كل البناس بيحبوا بس مصاريه وانهم رح يكونوا زي ام بطلنا وبيفرجيها صورة امه يلي كانت فننة مشهورة فبنعرف انه ابوه كان بيحبها كتير بس لما عرفت انه افلامه صارت مرها ناجحة قررت تطلقوا لانها بتحب مخرج اجنبي ورح تتزوجه لانها بتظن انه هالفرصة ما رح تتعوض فبيطلب منها ما تطلقوا وتظل معه بس يا رضت وبيقول انه من اليوم يلي سافرت امه لامريكا وابوه كان بيشتغل لأوقات متاخرة ولما صار ناجح ضل بيكرهها وبيدون انها تزوجت منه عشان بس تستغلوا وتصير فننة مشهورة فبتسألوه وكان بيكره امه فبيقول لا رغم انها سافرت وتركته لوحده وكمان ابوه كان ما بيتم فيه واغلب وقته كان بيكون وحيد وبيقول من اليوم يلي التقى فيها ما ظل بيشعر انه وحيد ولا ما بيكون معها بيكون سعيد وبيشكرها فبتقول انها العشرة السنوات كانت من افضل الذكرياتها وبيكونوا مبسوطين فبيتبخ لالها الشربي اللي بتحبها وبيعانقها فبيسألها شو رح تسوي وبتمسك في ايده وبتطور معه كمان وبتطلب منه يعكل وبتعلن رسميا انهم بيتواعدوا وبتكون في بعض التعليقات بتقول على قوهان انه هم مسكين لانها تخلط عليه فبيقول لها ان البرامج اللي رح تشارك فيهم كلهم تم إلغاءهم فبتقول مو مشكلة وتقدر في اي مكان تغني فبيشيبها لها المكان وبتكون لازم تغني في بيت مباشر وبتتأسف من معجبينها فبتبلش تغني وفي نفس الوقت بتتذكر ذكرياتها معه من لما كانوا صغار فلما بتخلص بتمسك في ايده وبيقول لها مبروك لانها حققت حلمها وثارت مشهورة فبيطلب منها تتزوجوا وبتوافق وبيقتربوا من بعض سؤال سريع لو كنتي محل بطلتنا هل رح ترجعي لحبيبك بعد ما رفض لك حبك اللي دام لأكتر من عشر سنوات وهل رح تظل تحبيه رغم انه هو ما بيهتم فيكي ولا بيعبرك وتخلى عليك كل هالعشر السنوات رأيكم مهم اكتبونا يا في التعليقات وهيك بنكون خلصنا المسلسل اللطيف لليوم نلتقي في الفيديو والملخص الجايم بإذن الله باي